ينضم إلينا الآن من الناصرة الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية أهلا بك دكتور سهيل معنا في البداية عملية دهس غرب القدسة التي تبعناها في هذه النشرة كيف ترى تصاعد العنف جراء العدوان الإسرائيلي واستمراره في الأراضي المحتلة؟ أني أتي لك بداية ولجميع المشاهدات والمشاهدين هذا تعبير إضافي على عمق الأزمة وانسداد الطرق المختلفة إسرائيل بعد 200 يوم من هذا العدوان موجودة في ثلاث سمات أساسية السماء الأولى هي أنها لم تنجح في أي من الجبهات السبعة التي تخوضها مقابل الأطراف المحلية الفلسطينية والإقليمية وثانيا أنها تشهد تمزقا داخليا غير مسبوق وهذا ترتفع الأصوات فيه رويدا رويدا إلى حتى ضرورة وقف هذه العرب والأمر الثاني للإنحياز الأمريكي المتصاعد وإعطاء غطاء لإسرائيل أكثر وأكثر أكثر ما يقلق إسرائيل من حيث مجمل الجبهات جبهتين الجبهة الأولى هي ما يسمى العمليات الأمنية في الداخل الإسرائيلي وهذا إشارة يعني مقلقة جدا لما يسمى الحصانة الأمنية الجمعية للمجتمع الإسرائيلي وهذا ما رأيناه أيضا اليوم وليس فقط اليوم والجبهة الثانية هي جبهة الضفاء الغربية المشتعلة والمتصاعدة والتي تضخ إسرائيل بها أكثر من 23 كتيبة عسكرية منذ بداية شهر رمضان المبارك فلذلك هتين الجبهتين مشتعلتين وتشتعل روايدا روايدا أكثر وأكثر فلذلك هذا تعبير عن زيادة في عمق هذه الأزمة وهذا الانسداد وهذا المأزق الكبير حيث وصل الاستطلاع أمس بالقناة 13 أن 68% من الجمهور الإسرائيلي لا يصدقون تصريح نتنياهو بأنه بعيد خطوة واحدة عن النصر الساحق كما يدعي في كل تصريحات هذا الأمر يشكل قلقا وتمزقا إضافيا في المجتمع الإسرائيلي اشتركوا في القناة